اعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودة تحرير حيي الرسالة والخضراء جنوب مدينة الفلوجة وقال جودة ان قوتنا رفعت الاعلام العراقية فوق عدد من المباني المحررة في الحيين المذكورين لافتا الى ان القوات الامنية تواصل تقدمها لتحرير بقية احياء ومناطق المدينة بالجزء الجنوبي منها الى ذلك سيطرت قوات الشرطة الاتحادية بالكامل على سدة الفلوجة ورفعت العلم العراقي عليها وقطعت طرق امداد تنظيم داعش الارهابي بالكامل جنوب غربي الفلوجة